لتحضير يخنة الدجاج مع البازيلا بدنا دجاج بعضمه بجلب أو بدون زيت نباتي من زيت زيتي بالإضافة إلى بصل مقطع سلايس توم مقطع سلايس كرفس اختياري أو اللي هو سلري بالإضافة إلى بازيلا فرش أو مجمد هلأ موسم بازيلا بصراحة مشان هيك عملناها بطبخة بطاطا مقشرة ومقطعة كيوس اللي هي مكعبات أكبر من البيض وبطاطا عصير فندورة فرش أو معلب القليل من الماء المغلي ورق غار ملح وفلفل الكسيح بهار دجاج أو بهار السيزن الأمريكي بابريكا خشنة وهيل مطحون بالإضافة إلى بودرة مرق الدجاج وللتقديم رح نفرم شوية بقدونس فرش وجنبها أكيد وصفة اللي هي الأرز وصفة الرز بتكليها حاف أرز مفلفل بالشعرية والميستيكا بدنا زيت نباتي من زيت زيتي إثنين كوب أرز بسمتي منقوع مغسول مصفة نص كوب من شعرية المحمصة وميستيكا حب ملح من الكسيح كوركم وماء مغلي يوم بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نروح أنا وياكم نشتغل بوصفة اليخني هلأ سبب هاي الوصفة أكيد كلكم ما بتحملوها بس إحنا بنا نحكي عن تركات مش عن وصفة مبدئيا بالنسبة للدجاج أنا بفضل باليخاني عادة إذا بدنا نشتغلها بنفس الطنجرة زي ما أنا هلأ رح أعمل شيء للجلد هاي أول شغلة وأهم شغلة شيء للجلد دايما أنا بقولكم الجلد بيعطي رطوبة للدجاج بيخليه يستوي وبيعطيه شكل حلو في اليخاني برفع درجة الدسم وممكن ممكن إنه يزنخ خصوصا إذا طلطي من الفريزة إذا نهي أول ترك بالطبخة شيء للجلد إذا بدك تحمليه كله بنفس الطنجرة واحد اثنين بالنسبة للبازيلا الخضرة إذا كانت إفرش أو إذا كانت مجمدة إن أعيها فقط بماء مغلي إذا كانت إفرش بعد المي المغلية حطلك شوية كربون ومعلقة سكر وإذا كانت مجمدة زي ما إنتي شايفة أنا حطيت عليها بس مي مغلية رح تضل بهاللون الحلو في داخل الطبخة بدون ما تصفر ولا يروح لونها هذا بالنسبة للتركة الثانية التركة الثالث واللي هو الأهم عصير البندورة طول عمرنا في موسم البندورة بنجيب السحارة الكبيرة أو بنجيب البندورة اللي هي المعلقة بموسمها ونعصرها بنصفيها بنعلبها هلأ هذا العصير أنا روحت على أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يوم الخميس في عندهم أنينة بس دي أورجيكي الكثافة نفس النوع بره الأنينة بدينارين وخمسة وسبعين عندهم دينارين إلا دينارين وشوي والله أعلم بس فيه فرق بالسوق بدي أورجيكي نسبة البندورة اللي فيها مش صلصة عصير البندورة حتى أنا عامل مبارح فيها بالبيت بامية ما حدا بقدر يفرق إنه هاي صلصة البندورة هلأ بس أروح على المؤسسة بصوري لكم ياها على الستوري اللي أنينة بتجنن للطبخ وزيها زي الطبيقية أنا عن نفسي وعالمستوى الشخصي والمهني ما بحب أعصر البندورة وأحطها على الطبخ ليش؟ مع إنه طول عمرهم أهلينا والستهتار هيك بعملوا إحنا هيك تعلمنا أصلا يعني شو السبب؟ السبب إنه البندورة الفرشة بتعمل الحموضة على الجهاز الهضمي في راس معدتك بتحسي فيه حموضة فاللي عنده أوجاع في معدته قرحة قولون جهاز هضمي الأمعة شوي رحيحسي بحرقة في حال جبتي عصير بندورة فرش حطي على لتر البندورة أو 3 لأربع كسات العصير بتحطي عليها قديش؟ معلقة كبيرة سكر السكر بسحة بحموضة اليخني فما رح تحس بإشي المعلبة غير المعلبة لما بيحطوها في القنينة بيعلبوها بشو؟ هوات حافظة فهاي المادة الحافظة بيكون من إشي فيها نوع من أنواع سكر للكلكوز فهذا بحفظها فما بتعمل الحموضة فأنا عالطبخ بحبها ما بحب الفرش الفرش أنا بعرف سيد طول عمرها بفترة حملها سكرنا الزيت مرة تانية طول عمرها بفترة حملها عصير بندورة فبسم الله ما شاء الله ما شاء الله يعني ديش أحكي عليها لتن حسد ما شاء الله شو بعمل عصير بندورة لست للشاب كتير شباب تروح على الجم بتشرب يعني بجوز تستغربي كمان في بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية عصير بندورة بكيتات قديش إحنا بنحكي عن قيمة غذائية وفائدة جدا عالية حطينا زيت زيتي دوار الشمس موجود بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وزيت زيتي لون الزيت مائلو دخل انتي بهمك ما يعطي رغبة وما يعطي ريحة فيه انواع زيوت ما اشتغلنا فيها بس عطيها على النار تعطي ريحة مش معقولة زيت زيتي هيك إن شاء الله إنه ما بنلكم إلا على الصح حطينا زيت زيتي كمان بصل سليس أنا بحب سليس بحب يكون مبين هلأ انتي بتحب تفرومي كيوب سناعن هذا إشي برجعلك انتي حرة أكيد بس إحنا جايين نحكي عن تركات في موسمها لهي للبندورة والبازيلة هلأ مليان بتسوه ومليان حتى في المؤسسة نعمل سوتي خفيف للبصل بدنا أرقام الاتصال والتواصل معنا بأسفل الشاشة أهلا وسهلا بالطيبين دائما كالعادة تركت ملح من الكسير تخلي البصل يدوب بسرعة دون ما ياخد لون بتدبال وبينزل سوائل سريعة اسمحوا لي أرحب دائما بأهل الدار ضيوفنا وأصدقائنا وزملائنا من شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني زيت زيتي موجود بالأسواق سعره كتير مناسب للمستهلك وجودته جدا عالية تونة الصيان على بالي بكرة أعمل لكم شغلة براسلي بدي هيك أدرسها براسلي بنعمل لكم طريقة بريزنتيشن حلوة لك تونة لحتى تشوفوا إيش التونة منقدر نطلع فيها بأفكار كتير حلوة بالمطبخ بالإضافة إلى طبعا الصديق العزيز الكسيح احنا تعودنا عليهم وهم تعودوا علينا أكيد كل التحاية الطيبة لمنتجات الكسيح الفدة يعني رينج كتير كبير ومتميزين دائما والأهم جودة وسعر يعني هذا مش دائما متوفر إنه عند غيرنا أكيد بس جودة وسعر دائما موجود عن الكسيح حطانا البصل حطانا التوم سليس أنا بحب البصل والتوم يكونوا مبينين عشان اللي ما بدوا إياه إزيحه تحب تعمليه كله مهروس ناعم وصير يعني وصبف اللي أحبابها أو أهلها أو ابنها أو زوجها بتدايق من التوم والبصل فيك تحطي الباودر تمام الكلام دائما بنحط الجاج ووعدين بننزل عليه البهار بس أنا دائما بقول لك حمصي البهار عشان تاخدي نكهة صح ورق غار أو ورق لورة أو ورقة سيدنا موسى نسميها كمان رح نحط عليها البهارة البهار يا ستي العزيزي هذا البهار يسألتوني عنه على الإستوريات والمسجات الخاصة الأورانج هذا اسمه بهار السيزن ما رح أحطه هلا رح أخليه على الجنة بس أحط الجاج رح أورجيكي هذا بهار جاج عادي هاي واحد تمام رح أحط كمان شوية اللي هي بودرة مرق دجاج وهي بابريكا خشنة بدي أورجيكي شو بعمل الفرق عشان تعرفي أنه أساس البهار وأساس الطبخ الصح هو أكيد بالدرجة الأولى فيه بهارات بالإضافة إلى نفس الشر شوية هيل ناعم مطحون بودر وكمان شوية فلفل أسود من الكسيح حمصي البهار لما تحمصي البهار إحنا نسحب منه نكات وبنركزها مشان هيك تطلع طبختك صح بالرغم من إنه إحنا ما كترنا يعني لو بدأ أحط جاجة كاملة وحطت نص معلقة صغيرة من كل البهار تمام سمع هذا الصوت؟ بلشت أشم ريحة وأنا لسه ما طبخت هذه الريحة كمان بتعطر لك البصل والتوم فاللي بتغلب بمعدتهم من البصل والتوم بهالطريقة إحنا هربنا من هالمطب وحطينا بصل مشوح في بهارات صح تمام؟ يلا إذن هون إحنا حمصناهم مط حمصة كتير بمرمر البهار فوراً روح يجيب إطاع الدجاج المخلية من الجلب أعمل فيها ثقوب؟ لا ما رأي لها داعي اللحمة فوق العظم تحت دايماً بنشتغل بالشقلوب يعني هيك بدي اللحمة تحت تاخد النكهة منجيب إطاع الدجاج منروح فيها على الطنجرة حمصي الجاج وخليه ياخد لون بالعكس على جهة اللحمة بهالطريقة مسكنا الجاج نيب إيدنا فوراً غيري لقلبز أو بسلي إيدك بكتيريا السلمونيلا من أخطر أنواع البكتيريا أو من أخطر أنواع بكتيريا الطعام حنقلب وخلي الجاج ياخد نكهة صح مشان هيك بالأول و بالآخر الجاج والبازيلا واليخاني الستات بتبدع فيهم أشطر مني بألف مرة أكيد بس بعض الخطوات الصغيرة بتخلي طبختك دائماً غير أرقام الاتصال والتواصل بنيها بأسفل الشاشة أهلاً وسهلاً بالحلوين دائماً يلا هلأ عشان الجاج لو قلبه للصباح ما رح ياخد نكهة رح ناخد الطنجرة نرجع من الغاز خطوة وبعدين نتبلها بهالشكل عشان الجاج ياخد نكهة صح ونكت إبهارات سامعة هذا الصوت هو هاي التشويحة اللي رح تعطيني لون حلو مش يبين جاج مسلوق في مرأة مش زاكي بعدين بالنسبة للبطاطا البطاطا فيها نشاة والبطاطا بدها طعمة أنا ما حطيت لهلأ ملح كتير لسه عم بس تمنى الملح بخليه بس يتغير لون الجاج عشان الجاج معاي إيش يصير فيه ما يشد ويسحب السوائل بداخله رح نحمس كمان تحميسها للجاج قلبي بسيطة تغير لون وصع يلا رح نجعه على الطنجرة وندعمه بشوية البطاطا البطاطا مقطع مكعبات كيوبز يعني بين اليخني وبين البيض البطاطا يعني هيك خليها وسط حجم اللقمة حجم لقمتك حجم المعلقة بسم الله كله بنفس الطنجرة مشان هيك قلتلك لا تحطي الجلدة تير أطيب بشتيها وهي نية ليش لأنه اللون حلو فدايما الزاوية البصرية بعين المشاهد بتخطف اللون الحلو مباشرة البازيلة رح تصير بيضة تعالوا نشوفها بالطبخة أنا وياكم ما بيقولوا المي بتكذب القطاص خلينا نشوف طلعي هاي المستوية وهي البطاطا من هنا شوفي لون البازيلة السكر بيحفظ المادة الخضرة في البازيلة شوفي اللون أنا والله ما حطيت ولا نقطة معجون طماطم نهائيا نهائيا ما حطيت ربنا دورا كيف طبخة طلعت هاي من عصير البندورة الفرش أنا بجيبه معلب سبق وحكيت لك السبب تمام هلا هون أنا عندي تشوحها حطيت البازيلة من أول الطريق دي هتشد وتاخد نكهة أزكى إشي ما عم بحط معالق عشان ما نخرب الجاج والبطاطا شوفي قديش كيف طلعي لونه طلعي لونه مأحلى هدا هو السيزن للصواني للفخارة للجاج اللي بالأناني إشي بيجنن هلا جيبي ماي وحطيه أترك سريع خفيف لطيف روحي على الفرن شغلي على مية بلاش مية وتمانين متين وخمسين تلاتمية أعلى درجة حرارة وشغلي المروحة وحطيها بصنية بصنية فلات تكون وحطيها بالرف الأوسط بدون مروحة وشوفي ساعة بتستوي بالفرن وتتسبب وبتكليها تغميس من الصنية الصواني اللي بتفوت على الفرن اللي إلها حيف عالي شايفه شوفي اللون لسه ما حطيت عصير البندورة هاي النينة وحدة أقولكم من بارح عملت فيها باميا قديش هي زاكية فالمؤسسة العسكرية غير غير عن إنها أسواق متوفرة للجميع هلا طبعا هم دائما متميزين ولكن دائما الإنسان في تطور هذا أحلى إشي فيهم شو بدي السوق الأردني بيجيبوا أسعار دائما منافسة ومع في ضريبة للجميع فبقول لك التسوق للجميع يعني أي حدا بقدر يسوف سيارته وبيروح على المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بكافة الفروع كل سوق أحلى من التاني ودائما بتطور لو صراحة أهم إشي الملأة يعني أنا طالعة من بيتي أتمون للبيت بس تاهل حدا يستقبلني بابتسامة حلوة يشجعني على الشراء وإلى آخره وتتسوق فهذا الإشي كتير مهم موضوع الرز ترايفي هاي طب خطنا جاهزة خليها على الهدى على الغاز ساعة ونصب الفرن ساعة ساعة إلا خمس دقائق إلا عشرة ودعينا موضوع الرز بسمتي حبة طويلة مثلا رز البسمة الحبة طويلة يعني خلينا نقول ربع ساعة مش أكتر ربع ساعة عشر دقائق ما أفاتر شايفي هذا الرز تمام شوفي كيف حبته هلا إذا انت شريتي نوع من أنواع الرز البسمتي دائما نختاريه مع التأليم مع التأهوة أغلى شوي وبعدين طريقة التعامل فيه بالتخزين تعطيكي طعم كتير طيبة حطيت المي الفاترة غسلته وصفيته وأموره تمام الميستكا لحجار وحطيلك أربعة خمسة حكينا كتير تعطي ريحة للرز ما بتعطي طعم بالنسبة للشعرية بنحمصها تحت الشوايا بدون زيت بدون سمنة بدون ولا إشي وبعدين نخلطهم على بعض وبنمشي فيهم مباشرة شايفي فأنت هيك بتحمصيها لما تحمصيها في نفس الطنجر عشان تحطيها مع الرز ممكن في بعض الأحيان تاخد لون غامع خلينا نشوف كيف الرزات اللي إحنا جهزناهم كل حبة وحبتها أول إشي المادة الدهنية أهم إشي لحتى الرز ما يعجن ما يلزق وكمان ما يتكسر فرح نحط تقريبا معلقتين كبار من زيت نباتي زيت زيتي ورح نجيب عليه الرز البسمة الحبدة الطويلة دليل إني مش ناقعة كثير طلع الصحن هذا الناشط هذا خير الرز ما بصير نخلص منه بروح طعم الرز بصراحة خلينا نحمصه هلأ هون أنا عندي هاي الرزات صح رح أشيل الرزات على جنب ورح أنزل حجار المستكة واحد اثنين ثلاث أربعة هاي خمسة ستة يا ستة حافظ تقليل ولا لبن ولا سلطة يا سلام كثير زاكي هاي هم دابو شايفة طلعي بطل في عندي دابو بأسفل الطنجرة من هون على المادة الدهنية هلأ ارجعي زيحي الرز وحمصي هلأ اللي دايما بيحير الستات طب أزيد الرز ولا أقلل هذا اللي دايما بيحرر اللي هو أزيد المي ولا أقللها اللي بيحير في الموضوع طب أنا أحط قد بقد ولا نفس الاشي وأنا كثير سألت ستات على فكرة من خلال جولتي بالمحافظات كان فيه آراء مختلفة من سيدات المجتمع ايشي بيقول لك لأ بعامل معاملة الرز العادي وبخلي المي زي ما هي واشي بيقول لك لأ لازم أزيد عيار المي الشعرية بدها تتفلفل عشان تكونوا عارفين فولة معلمانية لاللي ما بعرف مثلا كاسة الرز بتاخد كاستين مي دايما بتزيد النص للشعرية احسب حساب الشعرية بتخبس ما بتخبس بشرط تحمصيها وتغل فيها بالزيت صار واجاتي تليفون والتهاتي وما حماستيهم حطيتي هالزيت عالسريع والماء المغلية وحطينا الكركم والسلام ونسيتي تحطي الزيت اللي بدك تحمص فيه شو أعمال اقدحيلوا بسمنة لا تقدحيلوا بزيت إذا أضحت بزيت الزيت بقعد على راس المعدة بوجع معدتك كتير بس السمنة غير تختلف بعدين الزيت احنا بنحكي عنها بالعامية بالتلاجة بيأيح يعني بيقعد على حبة الرز وممكن يكسرها السمنة لا فدحيلها إذا صار ونسيتي حطيت شوية كركم وبعدين ححط عيار الملح بكل بساطة وزي ما حكينا عيار المي الصح عشان تاخد حبة رز مفلفلة بدك تزيدي لها على عيار الرز اللي هي ربع كوب ربع الكوب هو اللي بنحسب حسابه ل الشعرية طيب أنا زيكم زي الغالبية لا بعير ولا إشي باشتغل على النظر إذا بح أزيد عيار شوي شوي عيار المي صباح الخير يا سوزان صباح الورد صباح العسل صباح العسل صنعنا في قاعدة هذه كمرة بقولوا الأشي الإيراني كبير ذاكي الرز تفننا نصي آه الرز الإيراني آه تعملين وبحطوها على الفصح بديك طريقة الرز الإيراني ولا بتسألي عن نوع الرز لا لا الأكلات الطبخاتهم بالرز هل يريدك الطريقة؟ إذا أريدنا أكله ذاك يا معجاز يا ستي المينيو عليك وأنا بنفذ الطبخ علي والمينيو عليك فبكرة الطبخ إيراني منيح؟ إن شاء الله تتدللي أبشري أبشري ستي الكل حاضر أمرك خدمتك أهلاً وسهلاً الإيراني والباكستاني أنواع المطابخ التي تعتمد بشكل كبير على الإبهارات تعتمد بشكل كبير على الإبهارات خشنة وبهارات نعمة المطبخ الخليجي أكثرها البهارات الخشنة في المطابخ الأردنية واللبنانية والفلسطينية نعتمد أكثر شيء على البهارات النعمة ولكن الإيراني اللي بيميزه البهار وبيميزه النكات الحد الواضحة هيل زعفران مثلاً خلينا نقول اللي هي ماء الكادي هاي البهارات القوية فهما بتحسيهم كتير قلبهم قوي في الطبخ فبكرة الطبيخ علي والمينيو على سوزان بعد الفاصة بيحمسكم طبقنا غلي الرز أوطي الغاز ولا لا الشعرية فيها نشا النشا برخي مع الرز فخليها تقلب زي ما انت شايفة أول ما تنشف الماء يبلش الرز يطلع فوق حد النار نشان هيك رزك بيطلع كل حبة وحبتها بدون ما يخبس وبطلع شغلك ألف ألف بعد الفاصة بيكون جاهزين فاص رجع من جديد وزي ما حكيت لكم فيك تحطي رز وفيك تغميس أنا بحرف ناس كتير بحبوها تغميس أنا بحبها مع رز فعملت لكم رز وزي ما قلتلك ضروري تحمص الرز بشوية مادة دهنية لحتى يضل معاك كل حبة وحبتها الجاج ما بيزنخ نهائياً لغم إنه إحنا اشتغلنا بنفس الطنجرة ما بيطلع زفرة نهائياً بس شيل الجلدة بدك تخلي الجلدة هدا إشي يعني برجع لك أكيد وصحة وهنا وألف حافية على